السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة Elden Ring شكرا لكم على دعمكم في المقاطع الماضي وشكرا خصوصا للشباب اللي يجوني في الكومنت أو في الاستقرام يقولون لي فيه مكان أفضل من الفارم اللي شرحته في المقطع الماضي يعني الفارم تقريبا اللي شرحته كان في العشر دقائق ممكن يجيب لك الفين رونز لكن هذا ممكن نجمع قرابة سبع تلاف أو ثمان تلاف رونز وبرويكم منطريقة بعد شوي طبعا هذا هو المكان اللي راح تبدأ فيه مجرد ما تفتح كمل بوينت أو رستنج بوينت راح تلقى الحصان وبعدين راح تتوجه فوق عليمين وبعدين راح تنزل لان ما في طريق ثاني فالمهم الطريق موه بصعب انا امتكد انك راح تقدر توصل حتى لو توقع بعد اللعبة ضروري انك تيجي الى الحصان هذا وتلقى تحته الرستنج بوينت انك تاخذه قبل لا تبدأ هذا القلتش طبعا انت بتيجي من اتجاه هذك اللي قدام فاول شي بتوصل له هنا وتاخذ البوينت بعدين ترجع للفارم الفارم هذا انا مسميه الـ WWE المصارع تحسه يعني اول شي دايما نبدأ انه يصقع صقعة للتيمين التيم الاول اللي هو الديابة والتيم الثاني اللي هو الجنود العاديين المهم مثل ما تشوفون بدل جلد وانت اي واحد يموت فيهم راح تلقى الرونز مثل ما تشوفون بدينها بـ 2100 خلنا نقول 2000 وبنشوف كم بنجمع انا مثل ما قلتكم اصقع لكل واحد بس عشان اضمن اني اكون مشمول في الفايت مع انه توقع انه مش شي ضروري صراحة لكن مدري انا تعود كذا عندك الحلوين الاثنين هذلا لازم تيجي تعطيها R1 كذا عشان تدخله تعرف اللي في المصارع الـ WWE عشان يدخل الحلبة لازم اخويه يجي يلمس يده هذا هو النظام هنا طبعا نجلس فرفر بينهم لو تقدر توقف كذا بعيد وتجلس تناظر كل واحد مشغول مع الثاني شوف الثاني جالس ينتظرني تروح عنده وتلمس يده اللي هو بالأروان طبعا بس ايف كذا تطيه وبس تجيبه الى الفايت وراح يشارك اول ما يوصل تشوف اي واحد من الجنود راح يجالده اياه ويسحب عليك فمثل ما تشوفون هذاك هو جالس يتجالد ممكن انك تسرع طريقة الفارمينج انك تجلد طبعا شوف انا لاحط سويت القلتش اكثر ممرة لاحطت انه دايما الديابة يموتون بسرعة فعشان توازن بينهم تروح على طول تنادي خويهم هذا اللي هو يعوي عشان يجي الابيض مع خويه الاسود اللي فوق هناك عليمين شوفونا هذا الاثنين بيشاركون شوف هذراهم جايين لحقوني اول ما تدخلهم في المنطقة هذه برضو راح يسحبون عليك راح يشاركون في الحرب فعشان توزن اكثر بعد عندك هنا فيه فارس هذا الفارس نفس الشي تقول له تعطي صقع انتبه من النار اذا رمع عليك النار عطها نقزتين كذا وامورك بسرين بعض راح يرمي النار بس ما رماها فالحين يوم جيت اشرح الله رماها والصقع المهم فانتبه منها هيل وشوف هذا هو شارك وبينجلد اذا انجلد راح تحصل بوينت كبير برضوه بصقع عشان اضمن مع انه مش ضروري بس احب كذا شارك انا في الفايت بيموت بعد شوي راح شوفها 4500 جمعنه وكذا يا اخوان تجرس تنادي هذا وتنادي هذا وتوزن وتحرش بينهم عرفت اذا جمعت حول 10,000 خلا ستطور نفسك او اشتر لي تريده لاني انا صراحة نكبت نفسي مرة جمعت 11,000 ومت وضيعتها وجيت ادور في نفس المكان وما لقيتها مدري اذا لقيت شذا صار معاكم بعض الحيان فبس من باب الاحتياط حبيت ان يقول لكم هذه الشغلة عذروني يا شباب كنت مغطي على البوينت بس صدقوني راح تلقون حول 6,000 7,000 على حسب مشاركتك وبس خلق قريب منهم مش لازم نك تسقع كل واحد اتوقع معلومة من الكيس هذه طبعا بعد ما يخلص الفايت ترجع لنفس المكان هذا وتلفل او تريح فيه مجرد ما تطلع راح ينعاد الفايت كله من جيد وبس اتمنى المقطع اشتركوا اذا ما كنتم مشتركين فعلوا جرس تنبيهات حتى توصلكم المقاطع او تنبيهات المقاطع الماضية ونشوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله يا اخي اصبر وبركاته